بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مجموعة تعريف الدالة الأسية رقم واحد إذن لننطلق على بركة الله قال في كل حالة من الحالات التالية يعين مجموعة تعريف الدالة أفل المتغير الحقيقي إذن أولا سوف أعطيكم لاحظوا الدالة الأسية اللي هي في أصلها إذا قلنا الدالة الأسية يا أبنائي اللي هي هذه الدالة اللي هي أسية إكس هذه في الأمر دائما معرفة على أر يعني مجموعة تعريف هذه العبارة هي أر الآن تبقى لنا يوجد لنا الدالة ما نسميها هكذا لاحظوا أسية أفل إكس هنا من هو المسؤول على مجموعة التعريف هذه قلنا دائما هذه في الأصل اللي هي الإكسبو هذه الإكسبو دائما معرفة على أر إذن مجموعة التعريف تكون أكيد مجموعة التعريف هذه الدالة أف حتى تفهموا لكن أتحدث عن أسية إكس معرفة على أر لكن أسية أفل إكس تبقى معرفة على ما معرفة عليه الدالة هذه الذي موجودة هنا ننطلق في المثال الأول يا أبنائي إذن اللي هو لاحظوا جيدا سوف نقوم بنسخ العبارات انظروا وتابعوا معي ها هما العبارات ننطلق في العبارة الأولى إذن هذه ما هي مجموعة التعريفها مجموعة التعريف هذه هو المسؤول هذا هذه الدالة كيف هي خطية إذن نصبح لنا دي أف والدالة الخطية معروفة على الأعداد الحقية إذن دي أف تسعينا أر نأتي الآن إلى المثال الثاني المثال الثاني أنظروا الأف هناك كيف أصبحت أو ما نسميه هذه الدالة المركبة هنا أنظروا ما هي واحدة على إكس فواحدة على إكس ماذا تقول قاعدة المقام لا يساوي الصفر معناه إكس لا يساوي الصفر فتصبح لنا ماذا أبنائي تصبح لنا دي أف تساوينا كل الأعداد الحقيقية معادة الصفر معناه أر نجمة أو نرمز لها كذلك بأر معادة الصفر لأن الصفر يحدث لنا هنا إشكال في المقام نأتي الآن إلى المثال الآخر المثال الآخر بما أن العبارة هذه موجودة في المقام فنقول إكس أصية إكس لا تساوي الصفر لكن عندنا شيء بأن الأسية إكس موجبة تماما مهما كان حتى ولو كانت أسية نقص إكس من هو المسؤول إذن هو هذا إذن هذا عدد موجب تماما إذن يبقى لنا هذا هو الذي يحدث لنا الإشكال وهو إكس لا يساوي الصفر فتصبح لنا دي أف تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية مع هذا الصفر هقد حل المشكل ونعم لو نعوذ هنا بصفر هنا يحدث لنا الإشكال أما هنا لو نعوذ أسية الصفر ما هي هي واحد نأتي الآن بعدما كملنا مع المثال الثلاث أمثلة الأولى نأتي الآن أبنائي إلى الثلاث أمثلة المتبقية لاحظوا جيدا نقطة نقطة هكذا لا يهمنا الترتيب إذن عندنا كذلك هنا هذه دالة كثيرة حدود إذن تصبح لنا دي أف تساوي لنا نأتي الآن إلى هذا المثال المثال هذا أن العبارة هنا فيها الجذر فنقول ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يساوي الصفر إذن ماذا يعطينا مجموعة التعريف تصبح لنا دي أف تساوي لنا من الصفر إلى الزائد زائد ما لنهائي فقط أما هذه الأخيرة هذه دالة خطية وهذه دالة خطية كلاهما معرفة تانية على أر إذن تصبح لنا دي أف تساوي لنا ماذا تساوي لنا أر مهما كان يا أبنائي بأبسط طريقة لو أعطيت لنا مثلا أف لإكس تساوي لنا مثلا أسية إكس زائد واحد مثلا على إكس مربع ناقص واحد هنا ماذا نقول نقول أن إكس مربع ناقص واحد لا يساوي لنا الصفر نحل هذه المعدلة أو ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا إكس مربع لا يساوي واحد أي إكس لا يساوي الجذر واحد اللي هو الواحد أو إكس لا يساوي الناقص جذر واحد اللي هو الناقص واحد إذن هنا ماذا تصبح لنا في مجموعة التعريف في هذه الحالة هي أر إذا قلنا دي أف تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية معادل التي عدمت المقام وهي الناقص واحد والواحد بهذه البساطة كذلك لو يعطي لنا عبارة أخرى يعطي لنا مثلا F ل X تساوي لنا مثلا واحد على أسية X ناقص مثلا واحد ماذا نقول مجموعة تعريف بحيث أسية X ناقص واحد بما أن تقع في المقام لا تساوي السفر ننقل هذا إلى هنا فاصبحنا أسية X لا تساوي الواحد و الواحد في أصله ما هو؟ الواحد في أصليه هو هذا الواحد يأبني هو في الأصل هو أسية صفر إذا صبح لنا هنا أسية صفر بما أن هذه الأسية والأسية نفسهما إذا X لا يساوي صفر إذا X لا يساوي صفر وعوض هنا بالصفر لو تعوض هنا بالصفر صبح لنا 1 ناقص واحد يعني الصفر إذا ماذا تصبح مجموعة التعليف تصبح لنا DF تسوي إلى R نجمة يعني كل الأعداد الحقيقة مع هذا الصفر بأبسط طريقة ممكنة يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وأبنائي الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته